تسالت دكتور أمره الزاكين الشعب المصري بمهنبت عيد الميلاد المجيد بهنئ كل المصريين بعيد الميلاد المجيد وعيد الميلاد يذكرنا بأن المسيح جاء إلى مصر لاجئاً تحت ضغوط الحاكم في ذلك الوقت في إسرائيل وكانت مصر ملازاً آمناً وستكون بنعمة الله ملازاً آمناً لكل الناس وهنئ هذا الشعب العظيم على سموده ومواجهة التحديات والعمل من أجل أن تبقى مصر دولة مزداهرة كل سنة أنتوا طيبين جميعاً وأن تكون ذكرى الميلاد ذكرى سلام ومحبة للجميع يحفظ الله مصر يحفظ رئيسها وشعبها لأنه مبارك شعب مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر